بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صلي على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أجل النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على العبد أن يذهب لزيارة بيته الحرام أن يقوم بتأدية مناسك الحج والعمرة لأن هذا الرقم العظيم أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نذهب إلى بيته ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وإقام الصلاة وإيتاء والزكاة والحج وصوم رمضان هذه الآية الطيبة المباركة وهذا الحديث العظيم يبين لنا حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أن الذهاب إلى هذه البقعة الطيبة المباركة هي نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبشرنا بثواب من يذهب لزيارة بيته الحرام ويقوم بهذه المناسك العظيمة أنه يعود من هذه البقعة الطيبة المباركة خاليا من الذنوب والآثام لأنه ذهب إلى بيت كريم تتجلى فيه الرحمة من الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أي أن الذي يذهب إلى هذه البقعة ويؤدي المناسك على الوجه الذي شرعه الله والذي أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له ثواب ولا أجر عند الله سبحانه وتعالى إلا أن يدخله هذه الجنة التي أعدت للمتقين هذه الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها أركان ومن هذه الأركان الإحرام وهو أول ركن من أركان الحج لمن يقصد الذهاب إلى بيت الله الحرام والإحرام هو نية الدخول في النسك أن ينوي الحاج أو المعتمر أن يبدأ في مناسك الحج أو العمرة لله سبحانه وتعالى والإحرام يختلف عن ملابس الإحرام الإحرام يكون باللسان وبالقلب أي يتلفظ الإنسان قائلا لبيك الله ملبيك بحج أو عمرة ثم يبدأ في هذه المناسك التي بينها لنا سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم أما ملابس الإحرام فهي أن يخلع الإنسان هذه الملابس التي اعتاد أن يرتديها في حياته في أيامه ولياليه عليه أن يخلع هذه الملابس بمجرد أن يدخل في الإحرام لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين لنا ذلك والإحرام ركن عظيم قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى حينما يحرم الإنسان ويقوم بخلع هذه الملابس التي يرتديها في حياته وفي أيامه ولياليه هو يطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميصة أي الملابس التي فصلت على قدر الجسد ولا العمامة وماذا يلبس؟ إذار ورداء إذار ورداء لماذا؟ لأنه يستر الجزء الأسفل من جسده والجزء الأعلى من جسده ويتجرد من هذه الملابس لماذا نقوم بخلع هذه الملابس التي كنا نرتديها قبل الإحرام لله سبحانه وتعالى؟ قالوا أن الحكمة من ذلك أن يظهر الحاج أو المعتمر تعظيمه لله سبحانه وتعالى أن يحقق العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى أنه يخلع هذه الملابس التي ربما وقع في معصية وهو يرتديها يخلع هذه الملابس حتى يخبر على الله سبحانه وتعالى بحياة جديدة وقالوا أيضا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون الناس في هذا الموقف العظيم سواسية لا فرق بين غني وفقير ولا بين كبير وصغير الكل يرتدي هذه الملابس أمام الله سبحانه وتعالى حتى تتنزل عليهم الرحمات وقيل حتى يتذكر المحرم بهذه الملابس ما هو قادم عليه بعد فناء هذه الحياة من الدار الآخرة وأنه يقبل على الله سبحانه وتعالى بهذه السياب التي يكفن فيها فهذا يدفعه إلى أن يقوم بالمناسك وعبادة الله سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل الذي يجعله في رضوان الله سبحانه وتعالى فنسأل الله أن يكتب لنا زيارة بيته الحرام والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة